دلوقتي معاد موجز لأهم الأخبار مع دين تفضل دين مشكرك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى لقوات المسلحة بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية وكذلك الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله توجيهة الرئيس السيسي جاءت خلال ترأسي اجتماع المجلس الأعلى لقوات المسلحة الذي تناول تدعيات الحادث الذي استهدف عددا من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها وأشهد الرئيس السيسي خلال الاجتماع بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في تكفيف منابع الإرهاب واقتلع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهل الشرفاء بالإضافة إلى جهودها في إنجاز المشروعات العملاقة مع كافة مؤسسات الدولة طلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعرب عن خالص التعاذي في شهداء العملية الإرهابية التي وقعت غرب سيناء مؤكدا تضامن ومساندة السودان لمصر في جهود مكافحة الإرهاب من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن تقديره تجاه اللفتة الأخوية من الفريق أول عبد الفتاح البرهان التي تجسد الأواصر والروابط الأخوية التاريخية بين شعبي وادي النيل وصل البحارة المصريون العشرون الذين تم تأمين الإفراج عنهم باليمن إلى أرض الوطن بعدما جرى تأمين عودتهم إلى البلاد بتوجيهات رئاسية وكانت التوجيهات الرئاسية للجهات المعنية قد ركزت على سرعة إنهاء أزمة البحارة المصريين باليمن وأعدتهم للوطن سالمين وفور عودتهم إلى البلاد توجه البحارة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكدوا أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة دولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي على إنهاء أزمتهم وصلت ثماني حافلات تقل 174 مدنيا بينهم أربعين شخصا تم إجلاءهم من مصنع أوزفستال للصلب في مدينة ماريوبول إلى مدينة زابورجيا وأعربت منصقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا أسنات لبراني عن ارتياحها لإجلاء المدنيين إلى منطقة آمنة بعد نقلهم من جحيم ماريوبول وذلك على حد قولها ومصنع أوزفستال هو آخر جيب للقوات الأوكرانية في المدينة المدمرة وتحت وطأة القصف المكثفة وحوصر المقاتلون والمدنيون لأسابيع في المخابئ والأنفاق العميقة تحت أرض الموقع دون ما يكفيهم من الطعام والماء والدواء قالت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ عالية الدقة دمرت أسلحة وعتادا عسكريا أمدت به الولايات المتحدة ودول غربية القوات الأوكرانية وذلك في محطة للسكك الحديدية بالقرب من بلدة سوليدارا وأضافت الدفاع الروسية أنها دمرت ستة مستودعات لتغزين الصواريخ وأسلحة مدفعية في مناطق لوهانسك ودولدسك وخاركيف بينما أسقطت دفعتها الجوية طائرة حربية أوكرانية من طراز سوخوي 25 أعنى الرئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو عن تزويد أوكرانيا بأسلحة وعتاد جديد بعد زيارة لم يعلن عنها مسبقة للعاصمة كييف وقال ترودو عقب محادثات مع الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي إن كندا ستفرض عقبات جديدة على أفراد وكيانات روسية وزارت رودو بلدة إيربينا الوقاعة خارج كييف والتي كانت مركزا لمعارك شرسة بين القوات الأوكرانية والروسية قبل انسحاب الروس منها أواخر مارس الماضي قالت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والمفوضية قالت في بيان لها إن حكومات الاتحاد الأوروبي متحدة بشأن الحاجة إلى تبني حزمة سادسة من العقوبات على روسيا وتم إحراز تقدم كبير للغاية في معظم الإجراءات ويكتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة يوميا لمناقشة تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات منذ أن أعلنت المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها في الرابع من مايو الماضي تشمل حظرا على شراء النفط الروسية أكد المستشر الألماني أولاف شولتس أن برلين لن تتخذ أي قرارات من شأنها أن تجعل حلف شمال الأطلسي نيتو طرفا في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وقال شولتس في خطاب له بمناسبة يوم تحرير ألمانيا من الاشتراكية الوطنية قال أنه لا ينبغي أن تكون هناك حرب عالمية خاصة بين القوى النووية مشيرا إلى أنه لن يسمح بوقع أي ضرر للشعب الألماني أمرت النياوة العامة بحبس ثلاثة متهمين احتياطيا وإذا عشرة آخرين بإحدى دور الملاحظة تتراوح عمرهم بين 13 عاما إلى 15 عاما على دمة التحقيق معهم فيما نسب أليهم من اتهامات في وقعة التعرض لفتاتين بالقول والفعل بمنطقة الهرم ختم موجة أسامنة فاصل وضع حضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر